هذه الزيارات التي يقوم بها باش آغا هل تأتي من كون أن الرجل أدرك بأن فعلاً أنقرة لا يراهن عليها بالنسبة للملف الليبي أم أنها مناورة تركية استخدمت فيها ورقة باش آغا؟ يمكن أن تكون مناورة تركية فعلاً أو مناورة الرجل للبحث عن كرسي في الحكومة المقبلة أن يكون رئيساً للحكومة مناورة أن يذهب إلى القاهرة أن يذهب إلى باريس أن يفتح مسارات جريدة محاولاً تقرب أكثر من هذه العواصم في إطار محاولة الحصول على دعم جماعة الإخوان المسلمين تحاول بالدفع بهذا الرجل مضي قدماً إلى الأمام حزب العدالة والبناء وجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تحاول الالتفاف من جريد لا أعتقد أبداً أن الباشاغة سيبتعد كثيراً عن قطر وتركيا لأنه وقع اتفاقية أمنية أيضاً مع الجانب القطري قبل أن يزور القاهرة وأيضاً كان في اتفاقيات أخرى من ذات الطابع مع الجانب التركي الرجل كان قد وقع صفقات عديدة مع الجانب التركي توقيع شراء مسلزمات للأجهزة التي تتبعه في طرابلس أيضاً معدات عسكرية وأمنية للشراء الكثير من المسلزمات الداخلية في طرابلس نهيك عن تدريب عشرات العناصر الموجودين من قادة الميليشيات وغيرها من العناصر الموالية للميليشيات المسلحة في طرابلس يتبعون باشاغة يتلقون تدريباتهم في تركيا وبالتالي هي أقرب إلى المناورة السياسية من أجل الحصول أو الظفر على حكومة أن يترأس هذه الحكومة الحكومة المقبلة ترجمة نانسي قنقر